مبادرة بنات مصر الرقمية واللي سبق واطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قدرت انها تحقق قفزة في مسألة بناء الكوادر الشبابية عليها تتخصص في مجالات كتير زي علوم البيانات الدكاء الاصطناعي عالم الروبوتات وايضا الفنون الرقمية ايه المبادرة دي وايه هي اهدفها وامتى تأسست وازاي كمان بيتم فيها التعاون مع جامعات دولية متخصصة وكمان شراكات عالمية وشركات ايضا عالمية وثمار هذه المبادرة وازاي وصلت لشباب كتير وعايزين كمان هذه المبادرة توصل لشباب اكتر علشان يكونوا في قيادة مسيرة التحول الرقمي في مصر خلينا نتكلم مع حضرتكم بشيء من التفصيل ومعلومات مهمة هنستعرضها مع حضرتكم عن بنات مصر الرقمية دلوقتي مع دفتنا اللي منورانا في الستوديو الدكتورة هودا باركة مستشار وزير الاتصالات لتنمية المهرات التكنولوجية صباح الخير عليك يا دكتور صباح الخير عايزين نعرف السادة المشاهدين بمبادرة بنات مصر الرقمية ماذا تقدم للشباب مسارات هذه المبادرة مبادرة بنات مصر الرقمية الحقيقة من اهم المبادرات التي اطلقتها وزارة الاتصالات وتكتوروجية المعلومات ويمكن نحن نفتخر بها جدا لانها ايضا كانت تكليف من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ويستهدف هذه المبادرة شبابنا اللي هم في قمة التفوق فاحنا هنا بنستهدف الشباب اللي هم تقديراتهم امتياز وجايد جدا وده للطبيعة الخاصة لهذه المبادرة يمكن بعض الشباب يقول طب انا جايب جايد طب ليه انا ما نضمش لهذه المبادرة طبعا نحن لازم نبقى فاهمين ان المبادرة دي بتقدمها مصر لكن بالتعاون مع جامعات دولية وبالتعاون مع شركات عالمية جامعات الدولية لما بتمنح درجة زي درجة الماجستير بيبقى لها متطلبات في التقدم والقبول ومنها طبعا الاشتراطات الخاصة بالزبط والجي بي اي فالجي بي اي اللي هو مطلوب مننا من الجامعات الدولية يكون 3.0 او جايد جدا فيما فيما فوق فبالتالي يعني احنا مش قصدين ان احنا يعني الشبابنا اللي جايبين جايد ما يكونوش معنا انما دي الاشتراطات اللي هي خاصة بهذه المنح دي منحة مجانية تماما بتوفرها وزارة رتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتقدم فيها مكونات رئيسية منها درجة الماجستير المهني من احد الجامعات الدولية احنا النهاردة عندنا اتفائيات مع جامعات في شمال امريكا في كندا عندنا اتفائيات مع جامعات في جنوب شرق اسيا مع سانز ماليزيا جامعة سانز ماليزيا في دولة ماليزيا معانا كمان كوليج كورك من ايرلندا فعندنا يونيفرسيو فأطوا كندا وعندنا يونيفرسيو فكوينز برضو من كندا طبعاً كندا معروفة جداً بالجزء التعليمي الأكاديمي فبالتالي إحنا شايفين أن دي فرصة كبيرة جداً للطلبة عندنا ماليزيا أيضاً من الجهات والدول اللي هي بتهتم جداً جداً بالتعليم وطبعاً أوروبا أيضاً من القارات اللي هي التعليم بالنسبة لها ركن أساسي فإحنا هيقدرنا أن إحنا يبقى عندنا اتفاقيات مع جامعات دولية متنوعة على حسب المصاري التخصوصي اللي إحنا بنشتغل فيه طبعاً إحنا في عندنا جزء لما بدأنا هذه المبادرة بدأنا في أول دفعة دخلت لنا في فبراير 2021 وكان عندنا ثلاث مصارات رئيسية وكانت بتستهدف طلبة من كليات الهندسة وحاسبات ومعلومات فبالتالي إحنا كنا بنستهدف مجالات أو مصارات زي الذكاء الاصطناعي علوم البيانات الأمن السيبراني وعلوم الروبوتات طبعاً اللي يقدر يدخل فيه هذه المصارات هم خرجين يا إما من هندسة يا إما من حاسبات ومعلومات أضفنا ليهم برضو جزء مهم أن كليات العلوم اللي في قسم حاسب آلي بحيث أن هم يقدروا يستفيدوا أيضاً من إيه من هذه المبادرة في هندسة إحنا بنركز على أقسام زي هندسة الحاسبات واتصالات كمان قدرنا أن إحنا نخلي التخصص البيوميديكل أو الهندسة الطبية برضو يبقى موجود معنا وفيه تخصص كمان جميل جداً اللي هو الميكاترونيكس لأن الميكاترونيكس الطلبة بتوعها مثلاً نلاقي في عين شمس فيه عندنا قسم ميكاترونيكس الطلبة دي بتقدر أنها تعمل زي تحويل مصار خفيف كده وتدخل معنا في علوم الروبوتات وكذلك دراسة عبب من المواد فيه جزء من المواد هم يبقوا أخذينها على أساس أن هم مزيج من إلكترونيكس وميكانيكا يعني إلكترونيات مع ميكانيكا طبعاً النهاردة لما بنتكلم على علوم الروبوتات لا دي فيها أكبر من كده بكتير لأن الذكاء الاصطناعي داخل في كل المجال اللي خاص بيه الروبوتات فيه عندنا الجزء بتاع الكمبيوتر فيجن يعني فيه مواد بيبقى الولاد يعني يمكن الطلبة مش وقدينها يعني بتخصص كويس فيه التخصص ده إنما إحنا بنقدر إن إحنا نعمل إيه نخليهم يقدروا يستكملوا اللي هو نايسو عشان يبقى متخصص عشان يبقى متخصص هنا دكتور حضرتك يعني تكلمتي على الفئات أو الشرايح اللي انتو بتحتاجوها علشان مبادرة بينات مصر الرقمية تحديداً لكن بعض الطلبة خريجي كليات هندسة ونظم ومعلومات ومن المتفوقين لكن حتى هذه اللحظة لا يعلموا أهمية المبادرة وأهداف المبادرة هو طبعاً مهم جداً أن أنا هقول إيه اللي إحنا بناخده في المبادرة دي عشان نقدر نعرف لما الطالب يدخل هيطلع شكله عامل إزاي إحنا عندنا برنامج متكامل ده مش دورة تدريبية يعني ده لازم نبقى شايفين أن ده عبارة عن سنة كاملة الطالب بيبقى موجود معنا وهي سنة دراسية صعبة جداً يعني هي تحدي لازم أنا أكون عارف أن أنا هدخل وأن أنا هقضي السنة دي في دراسة كاملة في تفرخ كامل ونتكلم على موضوع التفرخ ده لأنه من أحد التحديات اللي عندنا إحنا عندنا برنامج إنجليزي لغة إنجليزية اللغة الإنجليزية بناخد أربع مستويات على الأقل مع شركة عالمية زي مثلاً بيرلتس فدي جزء مهم جداً ليه جزء ده مهم؟ لأن أنا لما أجي أخذ الماجستير وخاصة أن في بعض المحاضرات بتبقى أونلاين لازم أعرف أسمع لازم أعرف أتكلم مع الدكتور اللي موجود هناك لازم أستوعب حتى الأكسنت اللي هي بتجيلي فبالتالي مكون اللغة الإنجليزية هو مكون رئيس هو الأساس أساس أثناء الدراسة وأساس كمان أنك أنت بعد كده أنت بتتعامل في عالم مفتوح النهاردة أنت مش بتشتغل النهاردة مثلاً عدي أدوات العصر صحيح في شركة عالمية وتيجي تقوله أصلاً أنا مش هقدر أتكلم مع نظيري النحية التانية إحنا النهاردة دولة يعني في مفتاح بالزبط كده فالإنجليزي ده يعتبر شيء أساسي الجزء التاني المهم جداً أنا بطلع إيه؟ بطلع إنسان يقدر يدير فريق ده مهم جداً أنت مفيش حاجة اسمها أنا بشتغل لوحدي النهاردة كوفيد علمنا أن أنا بشتغل مع صديقي اللي موجود على بعض ألاف الأميال في قارة تانية خالص ولازم أن أنا وهو نتعاون في اللي احنا بنعمله فجزء الليدرشيب دوت والمهارات القيادية والإدارية إزاي أتفاوض إزاي أدير وقتي إزاي أتكلم إزاي أبقى جوه فريق إزاي يعني إيه بيزنس لأن أنا برضو خريج هندسة معرفش في الكلام دوت فالليدرشيب بروجرام دوت برضو من أحد الشركات العالمية إحنا بنوفر نيجي بعد كده جزء مهم يقول إيه؟ طب بس أنا إيه اللي هيدخلني أخذ ماجستير وده حاجة أكاديمية وكلام من ده لأ إحنا بنقدم كمان في المرحلة الأولى اللي هي الثلاث شهور الأورانيين ودول أصعب مرحلة بالنسبة لنا بنقدم أنه هو لازم يتدرب على شهادات صناعية عالمية من الشركات العالمية فبالتالي أنا ببتدي أهيأه ألاس بالإنجليزي بالليدرشيب سكيلز وكمان بأنه هو اتعرض قراريجي لتكنولوجيا حديثة من شركات العالمية كل ده في الثلاث شهور الأورانيين عشان أبتدي أهيأه للي هو دخله جوه الجامعة الدولية بالضبط بعد كده بيجي بقى جزء الماجستير الماجستير في عندنا نوعين من الماجستير طبعا أنا أستاذ في كلية الحدسة برضو قسم هندسة الحاسبات ودايما بيبقى الطلبة مش فهمين إيه الفرق في عندي ماجستير بيبقى بيسموه ماستر أوف ساينس فبالتالي ده حد عايز عايز يكمل بقى ياخد دكتوراه ويسلك المسلك الأكاديمي هل هذه المبادرة هدفها أكاديمية أكاديمية لا إحنا هدفنا إيه؟ إحنا هدفنا سوق العمل إحنا هدفنا إن إحنا نتنافس على السوق فبالتالي أنا عايزة أطلع مهندس أو خريج من كلياتنا يكون قادر إنه هو ينافس عالميا ويلاقي فرص عمل وعدة على أعلى مستوى تمام؟ في هذه التخصصات الجديدة كمان طبعا تخصصات الجديدة اللي هي موجودة النهاردة في السوق على حسب التقارير العالمية فبالتالي أنا عايزة إيه؟ عايزة ماجستير مهني وده شيء مهم جدا إن أنا الماجستير ده ليس فقط إن أنا هعد أدي كلام نظري لازم يبقى فيه إيه؟ جزء هانز آن وده الأجريمنت اللي تم مع الجامعات بره وده الجزء اللي الجامعات الدولية النهاردة بتنتهجه علشان إيه؟ علشان هي عايزة تطلع برضو مهارات من الشباب يقدروا إنه هم يشتغلوا في الصناعة ويبقى فعلا ليهم إيه؟ بس هنا حركة دكتور بتقولي إن في نوعين عندي من الدراسة دراسة أكاديمية موجودة أصلا بالفعل عندكم؟ عندنا جزء الماجستير نفسه جزء فيه أكاديمي طبعا لكن مش ده المستهدف الرئيسي بتاعي المستهدف الرئيسي إنه ياخد الجزء الأكاديمي عشان يقدر يطبق في سوق العمل فبالتالي ياخد إيه في الدراسته؟ دايما هتلاقي إن كل المواد اللي هو بياخدها هي عملي أكتر منه إنه هو واخد يعني الجزء النظري بقى فبالتالي لازم يكون هو فاهم إنه هو أهم حاجة عندي المشاريع اللي هو بياخدها أهم حاجة الأسايمينس اللي بيعملها أهم حاجة المعامل اللي هو بيقدم في حتة برضو مهمة جدا طب إحنا هنا ولا إحنا هناك ولا إحنا فين؟ خلاص يعني أنا أنا في قطوة ولا أنا هنا في مصر بمعنى إنه الشهادة يعني تكون معتمدة منين؟ بزاهم دي نقطة مهمة جدا لازم شبابنا أو حبايبنا الطلبة يفهموا إن إحنا عملنا نموذج النهاردة بيطبق في دول أخرى لأن دايما كان الواحد شايف إيه؟ سحب ناخد أونلاين ديجري لا دي مش أونلاين ديجري ليه؟ لأن إحنا عندنا كامبس خلاص عندنا مكان الطلبة بتيجي فيه خلاص بيستم استضافتهم وبيكونوا موجودين معنا حتى المحاضرة اللي هو بياخدها من الدكتور اللي هو في كندا أو في ماليزيا أو في آيرلندا هو قاعد بيحضرها قدامنا معنا طيب فيه جزء تاني مهم جدا وهو الدعم الأكاديمي اللي الطاقم التدريس المصري بيقدمه هو عايز يعمل معمل الدكتور هناك عايز معمل طيب مين اللي هيقف في المعمل؟ مين المعاديين اللي هيكونوا موجودين؟ هنا فيه دكتور مساعد فيه دكتور عندنا مساعد هنا هيكون موجود فيه عندنا معاديين موجودين يعني كأنه هو متواجد بالفعل داخل جامعة أوتوا اللي موجودة في كندا يعني نتكلم في سطف دراسي أو سطف أكاديمي متكامل سواء كان الليدر بتاعه حتى لو موجود خارج مصر لكن فيه سطف تاني من الأساتذة المساعدين ليه موجودين هنا في القاهرة فدي نقطة مهمة جدا قدرنا من خلالها أن احنا نعمل حاجتين مهمين أولا أي ماجستير احنا بنقدر يعني طالب ياخده برا بياخد سنتين نعم؟ احنا هنا بنتكلم على سنة واحدة ليه؟ ليه؟ عشان شرط التفرخ فقدرنا أن احنا نسكويز التايم ونقلل الوقت بحيث أنه يبقى سنة واحدة حاجة تانية أنه هو الاتفاقية هتقول إيه؟ لأ ده أنت أونلاين لأ احنا مش أونلاين فبالتالي أنت بتاخد شهدتك كأنك موجود فين؟ في الجامعة اللي أنت فيها سواء في الكوين سواء في أوتواة أو في ماليزيا أيا كان هل ده برنامج مخصص لنا كمصر؟ هل فيه فرق في الشروط أو المعايير القبول أو كده؟ لأ خالص ده هو بيدخل بيعمل على الجامعة بتاعته وهو طالب طبيعي جدا بيطلع في حفلة التخرج حتى الفيرتشوال اللي موجودة أثاني الطلبة بتاعتنا كلها تندهت كأنه جزء من إيه؟ من المنظومة اللي موجودة هناك مش بس كده داقة رحيك كنت بتكلمي عن شروط قلتي جيد جدا أو امتياز قلتي كمان شرط المهم هو التفرخ التفرخ ده أنا هقول فيه حتة مهمة لأن إحنا كان معنا برضو من الطلبة اللي تقدمه مثلاً موعدين في كليات طلبة بتشتغل لأن أنا النهاردة بتكلم على طالب امتياز لا دا امتياز يعني هو أكيد مطلوب أصلاً مطلوب أصلاً يعني عنده هذه الفرصة اللي يخلي هذا الطالب تمام؟ وخصوصاً لو هو مش فراش جرادويت بتاع السنة دي مثلاً لفات أول لقبلها أكيد هو بيشتغل تمام؟ طيب إحنا نقول إيه للطلبة بتوعنا؟ إحنا بنقول إن إحنا حتى الشركة اللي هو فيها تمام؟ إحنا بنقدر نخاطبهم ونقول لهم إنت ها بتجيبوله تفرق بتجيبوله تفرق مدفوع الأجر مدفوع الأجر بقى دي طبعاً حسب الشركة أو الزع إنما إحنا بنقول للشركة أنت بتديني هذا الشاب هذا الامبليي هذا اللي بيشتغل عندك المواطن وأنا برجعه لك معاه ماجستير معاه سرتيفيكيشنز من شركات عالمية معاه تدريب على أعلى مستوى تعيفيد مكانه وبعمله زي حفظه وظيفة لحد انتهاء بالزبط وده يطبق على المعايدين الموجودين في الجماعات الحكومية أيضا؟ المعايدين برضو إحنا يعني أكتر من كلية طبعاً كل واحد بقى حسب حسب الكلية وحسب الأعداد المتوفرة عندها إنما برضو بنخاطب بحيث إن إحنا إيه نقول إيه مميزات هذه المبادرة دي مبادرة رئاسية دي هدفها الأساسي إن إحنا إعداد هذه الكوادر فبالتالي بنقدر إن إحنا نجيب هذا إيه التفرق هي سنة؟ صح هي سنة إنما بعد السنة إيه اللي بيحصل؟ بيحصل تغيير كبير جداً يعني إحنا نقول ترانسفورميشن للشباب دي إحنا يعني من الشباب الوعادين اللي كانوا معنا يمكن في الفتاح مصر الرقمية مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان فيه شباب منهم بنت طالبة يعني حاولت مع الشركة اللي هي اشتغلت فيها قبل ما تدخل كذا مرة وكانتش حتى بتوصل في المقابلات لأي حاجة قبل ما تلتحق بالمبادرة قبل ما تلتحق بالمبادرة وده اللي يوضح للشباب اللي لسه ما دخلش المبادرة أهمية المبادرة إيه؟ جداً يعني هي قبل ما تتخرج كانت الشركة أخذتها يعني قبل ما تتخرج أصلاً كانت إيه؟ كانت خذتها مش هي بس ده دخلت تسعة من مثلاً من علوم الروبوتات وشركة عالمية يعني على أعلى مستوى قطاع البنوك النهاردة تمام؟ إحنا برضو عندنا يعني إحنا دائما بنفكر في قطاع البنوك وإيه علاقته بالتكنولوجيا لا ده قطاع البنوك النهاردة بقى في الفرانت بتاع التكنولوجيا معلومات ورد الصلاة تمام؟ يعني مجال زي الأمن السايبراني بالنسبة لقطاع البنوك هو مجال هام جداً 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 تمام؟ والحمد لله أن يعني عندنا مصريين فيه دلوقتي آه يعني التيم بتاع الأمن السايبراني يمكن كان 31 طالب في الدفع الأولى يعني اتخذ منهم كتير جداً فيه من أحد البنوك الهم عندنا طيب دكتور إحنا هنا بنتكلم خلينا نقول مبادرة دراسية مدتها سنة تقريباً أعوز أعرف المبادرة دي بتعقد إمتى؟ يعني شروط الالتحاق بها هل على رأس كل سنة مثلاً؟ أو ليها مرتين في السنة؟ يعني علشان ألتحق؟ أقدم إمتى؟ هو ده شيء مهم جداً وإحنا حالياً على رأس التسجيل يعني عظيمة إحنا دلوقتي في المرحلة اللي إحنا بنسجل فيها ليه دلوقتي؟ لأن طبعاً إحنا يعني الطلبة عندنا بتتخرج تقريباً في آخر شهر سبعة فبالتالي إحنا بنفتح باب التقديم من 1-8 مرة واحدة في السنة مرة واحدة في السنة المشكلة اللي بتحصل مع الطلبة تقديم إلكتروني أو في أي جماعة؟ إلكتروني على الويب سايت بتاعنا www.db.gov.ej وطبعاً في عندنا فيسبوك بيج وفي عندنا النهار ده حتى وبينار الساعة سبعة بحيث إن إحنا لايف نرد على تساؤلات الشباب والطلبة إيه الحاجات اللي هم مش مستوعبان بتاخدوا تخرج بآثر راجعي قد إيه؟ بناخد خمس سنين خمس سنين بس طبعاً هو أهم دفع عندنا هي الدفع الفراش جرادي لأن دي يعني زي ما قلت لحضرتك طب أنا بشتغل طب أنا هسيب شغلي ليه طب أنا هعمل إيه طب أنا هاخد مرتب زيادة قد إيه يعني كل ده عدد الدفع بيتبقوا محدودين بعدد قد إيه؟ إحنا مش محدودين ولا ده فيه فرقس ميرت إحنا مش محدودين طول ما عندنا طلبة متفوقين طول ما إحنا شغالين يعني إحنا معانا يعني سماحية إنه إذا كان الطالب بينطبق عليه الشروط أهلاً وسهلاً به ما فيش أي مشكلة إحنا بنيدي وقت برضو علشان المشكلة التطلبة إنه ما بيبقاش معاهم الترانسكريبت بتاعهم من الكلية فيقدر إنه هو يجيب إفادة ودي نقطة مهمة جداً بتأديره ولما بيان الدرجات يطلع يبقى إيه يستكمل ورقه ويجيب بيان الدرجات فإحنا يعني دي فرصة كل التسهيلات موجودة أه فرصة إنه أنا أقول لهم أنا عايزة بيان إفادة بفقط إنك إنت جاي بتأدير جاي جداً أو امتياز قدم هذا البيان على الموقع وبعد كده استكمل لما نكمل بقى الإجراءات كلها طيب دكتور وده حضرتك بتقول إنك أهم دفعة بتهتموا بيها دفعة الخارجين للجدد طيب هل بيكون في نوع من أنواع التواصل داخل الجماعات مع طلبة التخصصات اللي أنتو بتبقوا مستهدفينها علشان يكون ده مصرهم على طول بعد التخرج والله إحنا يعني يمكن السنة دي أنا استهدفت يعني سبع جماعات بحيث إن أنا أتواصل معاهم ومش بس للدفعة اللي هي دي لأ التلات سنوات يعني 21 و20 و2019 وفعلاً تواصلت مع جماعات العديقة اللي عندنا زي قاهرة اسكندرية عين شمس المنصورة أسيوت بني سويف بنها بحيث إن أنا كل بيانات الطلبة دي اللي هم الثلاث سنين الأخرانيين وبتدينا إن إحنا نتواصل معاهم علشان يبقى عندهم وعد بإيه بهذه المبادرة وإن هم نقدر نتواصل معاهم طبعاً بعض الطلبة عندنا الإيميلز بتاعتها وبنبعتلوهم بعض الطلبة عندنا تليفوناتهم بنكلمهم وبعض الطلبة يمكن ما عندناش وسيلة اتصال فبنستكمل بنستكمل ببرنامج زي صواح الخير يا مصر ده هدفه مهم جداً إن إحنا نوصل للطلبة الوبينارز اللي إحنا بنعملها على الفيسبوك بيج علشان برضو نوصل لإيه للطلبة فالتواصل مع الجماعات أنا بعتبره يعني أحد الأدوات الرئيسية عشان أقدر أوصل لإيه للطلبة لإن إحنا مش بنستهدف قاهرة يعني دي نقطة مهمة جداً إحنا كل الطلبة من جميع المحافظات طيب عندي عندي بنوتة من المنصورة بتشتغل دلوقتي يعني في بنك من بنقنة الوطنية ومن المنصورة طب دي جات عندنا إزاي؟ دي حاجة مهمة جداً إحنا بنوفر إقامة كاملة إقامة كاملة للطلبة اللي هم من المختربين من المحافظات هو واخد منحة كاملة دراسية وأي حتى لو مسألة السكن بلا رسول بلا أي حاجة بلاس كمان بياخد يعني يعني مكافأة شهرية كده بحيث أنه يقدر يعني زي إعاشة كده الولاد بيروحوا لأ عشان يسفروا ويرجعوا لأهلهم مثلاً في الويك اند أو كده ويرجعون لها فهي هي منحة كاملة متكملة من إقامة من إعاشة من حتى طلبة القاهرة خلاص؟ لأن هم بيعودوا وقت طويل تفرخ فلازم يتغدى تمام؟ حتى يعني وجبة الغدى دي تمام بكل التفاصيل بنوفر صحيح إحنا عايزين هم بس يبقوا شايفين أن دي فرصة فرصة لهم تكلفة كبيرة جداً الدولة بتتحملها عمرها يعني دي مبادرة فريدة يعني ما حصلش أن إحنا بنقدم ماجستير مهني من جامعات دولية مع هذير المتونات طبعاً يا دكتر ولي بيقدم على النوع ده من الماجستير في جامعات دولية يعني تماماً التكلفة الكاملة للنوع ده من الماجستير أنا بشكر حضرتك شكراً جزيلاً دكتر هدى باركة مستشار وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية شكراً جزيلاً يا دكتر على وجودك معينا وعلى كل هذه المعلومات الهامة عن مبادرة بونات نصر الرقمي شكراً يا فن شكراً لك يا دكتر نورتينا